وطأة الحرب ثقيلة وقاسية على اليمنين وحتى وهم في أسعد لحظاتهم يلاحقهم الموت فمنطقة صوملة في مديرية مستبى بمحافظة حج شمال غربي البلاد أمست في اليوم الأول من عيد الأضحى على وقع مجزرة رئيس بعثة منظمة أطباب الأحدود في اليمن جايوم رادو يقول إن مستشفى المنظمة في عبس استقبل 17 مصابا بينهم 6 نساء وخمسة أطفال جراء غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف حينها كان المسعفون الذين وصلوا إلى المستشفى يتحدثون عن مقتل أكثر من عشرة آخرين من المدنين وفق ما يقول رئيس البعثة الطبية وكالعاد أعرب رادو عن قلقه العميق إزاء أعداد الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفى في إشارة إلى الكلفة الباهظة للحرب على المدنين والقطاع الصحي الفقير الذي يعتمد في الأساس على المنح الدولية وشحنات المساعدات الطبية المنظمة الطبية حثت أيضا أطراف النزاع في اليمن على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية المدنيين والمرافق الصحية وخلال أونة الأخيرة تكررت الحوادث التي يكون ضحاياها مدينة في المناطق الحدودية مع السعودية في ظل تبادل ميليشيا الحثي والتحالف تهم المسؤولين عن من يقف خلفها غير أن الشواهد هذه المرة تبدو أنها تدين التحالف بصورة أكثر وضوحا مما دفع التحالف إلى الإعلان عن التحقيق في الغارة الجوية وإحالتها إلى فريق تقييم الحوادث التابع له وقال المتحدث باسم التحالف ترك المالكي إن قيادة القوات المشتركة استكملت مراجعات إجراءات العملية الجوية وفقا لما تم إضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بين المدنيين أثناء عملية استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي ذهبت الحادثة لكن سكان منطقة الصوم لا عادوا بألم وعود بالتحقيق غير أن الأمر لا يعد أن يكون امتصاصا لحالة غضب فالموت الذي يخطف اليمنين يتشابه كثيرا